هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على الاستعانة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية وأفضل الشركات في العالم المتخصصة في تنفيذ المشروعات والأبراج لتنفيذها في المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع النهاردة اللي موجودين إحنا فيه الحقيقة يعني أنا بسترجع لما كنا بدأنا تخطيطه كان هدفنا إن إحنا نعمل منطقة مركزية ودي بقى حرجع ورد هو يعني إيه اللي إحنا حنستفيده كمصريين من المنطقة زي دي فأي مدينة كبرى زي ما كلنا بنزوره وبنشوف بنلاقي مناطق مركز المدينة وقلب المدينة اللي بيبقى مقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومباني إدارية وحتى جزء سكني وده يمكن دايما هو ده اللي بيميز وبيبقى العلامة المميزة لأي مدينة كبيرة عشان كده كنا حرسين في هذا المشروع نستعين بأفضل الخبرات العالمية استعمنا بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية استعمنا بأحسن شركات في العالم بتنفذ هذه المشروعات من الأبراج طبعا الشركة الصينية وأنا مرة أخرى بوجه لهم كل الشكر على الجهد الكبير اللي عملوا ممزومة العمل المحترفة وشديدة الاحتراف اللي أنا بعترف كلنا تعلمنا من الخبرات اللي هم الدهالنا لكن الأهم أن كل هذه الأبراج اتنفذت بأياد مصريين شركات مصرية اشتغلت كتحالف مع الشركات مع الشركة الصينية وعشان كده تنقلهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع بيمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين أن هم ينفذوا مستهزيه النوعية من المشروعات سواء في مصر أو برا مصر في خلال الفترة القادمة إن شاء الله شركات مصرية